تتكبد الميليشيات الحوثية الإرهابية خسائر يومية كبيرة في العدد والعتاد نتيجة تلقيها ضربات موجعة من مقاتلات التحالف العربي في أكثر من جبهة ميدانية المشتعلة وآخر هذه الخسائر الكبيرة للميليشيات كانت خلال الشهر الماضي في شبوة وخسرت بفضل ألوية العمالقة الجنوبية وبإسناد من طيران التحالف العربي وولت هاربة وفق شهود عيان بأن بعض عناصرها فروا بملابس النساء التحالف العربي يسير وفق خطة معلنة لوضع حد لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وقبل منتصف يناير الماضي أعلن عن بدء عملية حرية اليمن السعيد والتي تسير وفق الخط المرسوم لها ميدانيا وعسكريا وإغاثيا أيضا هذه العمليات العسكرية الكبيرة توجع ميليشيات الحوثي وتضرب مخططها التوسعي والطائفي وبالتالي تحاول التغطية على هذه الخسائر من خلال تنفيذ هجمات عدائية بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية تجاه المناطق الداخلية ودول التحالف العربي ممثلة بالسعودية والإمارات ولكن في كل مرة تحاول الميليشيات تنفيذ اعتداء تفشله منظومة الدفاع الجوي وآخرها كان في الإمارات حيث تصدت الدفاعات الإماراتية لصاروخ باليستي ودمرته قبل أن يصل إلى هدفه ليس هذا وحسب بل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم استهداف وتدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي في محافظة الجوف إذن في كل مرة تحاول الميليشيات الحوثية تنفيذ اعتداء إرهابي تتكبد خسائر مضاعفة وتخسر عناصرها وعتادها ولكن يبدو أن أمرها أصبح يضيق عليها وتحاول بأي طريقة أن تعود النقص في الجبهات وتلجأ للقبائل بأن يقدموا أطفالهم كقربان على مذبحة المشروع الطائفي الإيراني ترجمة نانسي قنقر